يعني هو دائماً الاهلي بيفرض شخصيته. وانا ما ما معتقدش الاهلي بيدخل الاندركز يعني. آآ الاهلي عليه ان هو يبادر. الاهلي عليه ان هو يضغط. يفاهم لعبة الوداد اللي انا بلعب اكني بلعب على ملعبي ان انا مش هاي باللاحظات دي. انا كسبت قبل كده في رادس بطولة افراقيا. كسبت قبل كده في في القطن الكاميروني في الكاميرون كسبت في كل ملايب. انا مش فارم معاه بلعب فيه. انا حكسب في اي مكان انا بلعب فيه سواء بلعب في المغرب سواء بلعب في مصر سواء بلعب في الكاميرون اي مكان حلعب فيه انا حكسب وكل اللي حصل قبل البطش ده انا مليش اعتبار بي انا نازل بلعب حداشر قدام حداشر وانا الافضل وانا اللي حكسب بكرة التشكيل المتوقع في وجهة نظري هو مش ناوي في حراس المرمى طبعا محمد هاني باكيمين اتنين سنتر باكات ياسر وايمن اشرف علي معلول طبعا كلنا متفقين على خمسة دول نجي من اول خط النص ممكن الناس ستبع عندها بعض شكوك يعني الكلام ان عمرو سولية لم يكمل تمرينة كاملة اه في طول فترة في المغرب فانا اعتقد خلينا يروح للسيفر تشويس ازاي ما بيقولوا وهو اه حمدي فاتحي وقال لي وديانج يعني الاهلي ما اكيد ما يحبش نوع يخسر تغييرها بدري فخلينا نروح لديانج وحمدي فاتحي اتنين في نصف المرعب على اليمين يكون حسين انا بدون اكلامك تشكيل الاهلي معروض دلوقتي للسادة المشاهدين على اليمين يكون حسين الشحات ده المطاقة بالنسبة لي على الشمال على الشمال عبدالقادر وقام بيرسي تاو وطهر محمد طهر انا اعتقد ان الاهلي عليه انه هو يستفيد بطهر محمد طهر لان طهر محمد طهر واحد من اكتر اللعيبة اللي بتعمل عالي في الموتش جدا حسين الشحات نفس الموضوع دايما بيتراجبك وبيرجع يساند الظاهير الايمن ديانج مهمة في نصف الملعب اما غياب عبدالمنعيم فهو اكبر يعني مسيماني على الاعتماد على ياسر وايمن وهو ده اللي السنائي اللي لعب قبل كده مع بعض كثير جدا السنائي متفاهم جدا السنائي مختلف عن بعضه يعني ياسر ابراهيم الدفنسيف سنتر باك الطبيعي اما ايمن اشرف اللعيب اللي ممكن تخرج بيع الكورة او يعمل لك اللونج بول افضل شوية وطبعا علي معلول يعني يحدث ولا حرج بس بشوف المباراة بكرة ان شاء الله هي هتلعب على تفاصيل يعني ما استناش ان الاهلي يفوز بنتيجة كبيرة او ان هو يهدد المرمى بشكل كبير ولكن هو الاهلي عليه استغلال نقاط ضعف الوداد ونقاط قوة الاهلي نقاط قوة الاهلي ان هو متنوع عنده لعيب كواليتي زي احمد عبدالقادر ممكن يحط القرى في رجله عدي من واحد واثين وثلاثين عنده نقاط قوة في حندي فاتف عنده نقاط قوة في اليو ديانج عنده نقاط قوة في فيرسي تاو لازم يستثمر نقاط القوة على معلول؟ من النقاط المهمة جدا هجوميا واللي لازم الاهلي يخلي بالو منها دفاعيا لان معلول على قد ما هو عنده جوانب هجومية رهيبة لكن دايما المساحة اللي الضهري معلول ها مساحة الاهم بالنسبة لفري المنافس اللي دايما بيلعب عليها فلازم يبقى عندك استراتيجية وبلان لتغطية المساحة دي هل حتغطيها بلعيب من نص الملعب ولا هتغطيها بواحد زي عبدالقادر ينزل يتراجبك معه شوية ولا هترحل ايمن اشرف وتلعب اكينك بتلعب بتاكة سنتر باكات لاز نحن المسلماني حامل كده ده